تواصل القوات المشتركة تكثيف جهودها الإنسانية في الساحة الغربي ضمن برنامج الاستجابة الطارئة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمى الإماراتي ليشمل عدة جوانب إنسانية إغاثية وصحية وإيوائية كاستجابات عاجلة ناهيك عن برنامج الهيئة المعتاد في الدعم والمساندة شكرا خير قزاهان الله خير الله يحول لهم مسطروا ألحني ونحن نسترق خير عن الشردين من بلاد أحلي وعقب نداء الاستقاثة وطلب العنو المساعدة الذي أطلقه أولياء الأمور المعاقين سارعت القوات المشتركة وهيئة الهلال بالإطلاع على أوضائهم وتلبية طلبهم وتسليمهم كرسيين كهربائيين متحركين ليتمكن من التحرك وممارسة جزء من حقهم في الحياة والذهاب إلى المدرسة بدون معاناة وخلال عملية التسليم تقدم ذوي لعاقة وأولياء الأمور بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر على جهودهم المتفانية في خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة وتلبية نداء الاستقاثة في الساحل الغربي وعلى صعيد نفسه تلقى مكتب الهيئة نداء استقاثة من أهل ووزنة الغيل المكون من عشرين قرية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز بعد انتشار أدة أمراض بين النساء والأطفال كالملاريا والضنك والسعال والإسهالات وعقب نداء الاستقاثة توجهت العيادات المتنقلة إلى المناطق المتضررة وفي قرى الوازعية النائية وباشرت عملها في فحص ومعاينة وصرف أدوية لأكثر من أربعمائة وسبعين حالة مرضية نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على زاعدته واللغاثة الإنسانية واستقابته الطريقة نشكر الهلال الأحمر على التوجعه وعلى تكتبه وأنه يعلق الناسب مقانا وفي جانب الإيواق قام فريق الإيغاثة والإيواق تابع لهئة الهلال بنصب ثلاثين خيمة إيواق بكامل مسلزماتها لأهالي الجحيبير في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة ترجمة نانسي قنقر